لم تكن مع الكاظمي مباشر وإنما كان حركة الوفاء والنصر والازدهار وهي كتلة قريبة من بعض الشخص المرتبطة بتيار رئيس الوزراء وكتلة مهنيون على ما أظن لا مهنيون الازدهار وأعتقد أن حسب هذا الموضوع على رئيس الوزراء السيد رئيس الوزراء كان متفق مع القوى السياسية لا يشترك بالانتخابات ولا يدعم الكتلة السياسية محددة وأعتقد صار علي ضغط بهذا المجال أن هذه الحزب الجديد المؤتلف مع النصر ومع الوفاء له علاقة برئيس الوزراء وبالتالي ضغط رئيس الوزراء على جماعة الازدهار وسحبه وترشيحهم من التحالف حفاظا على وعد رئيس الوزراء بعدم التدخل بالانتخابات عدم التدخل وعدم الترشيح هو حق لكمواطن يعني عدم الترشيح وعدم المشاركة لكن خليني بهذا الإطار نفسه رئيس الوزراء مصطفى الكاظم يقرر عدم الاشتراك وسحب الحزب القريب عليها وأصدقها أو أي شيء كان مقابل ماذا؟ البأس الصحافة تتحدث اليوم بتقارير يقول أن هناك وعود تلقاها من عدة كتر سياسية بضمان ولاية ثانية إلى مقابل عدم اشتراكه في الانتخابات المقبلة ما عنده فكرة عن هذه الوعود ولا أحد تحدث ويانا بهذا المنطق الحقيقة ربما إذا كان هذا الحديث فيه أروقة خاصة لا علم لي ولا طلاع عليه به الموضوع هو كله هو الرجل لديه الحق في خوض الانتخابات والانتخابات حق دستوري لكل أبناء الشعب العراقي هذه التفاقات أخلى بها هم التفقوية وليس على النقطة أنهم يدخلون بتعيين الوزراء والدخلوا بتعيين الوزراء التفقوية يحمون الحكومة لحد الانتخابات وما حمو الحكومة لحد الانتخابات فبالتالي هم اللي نقضوا هم اللي نقضوا الانتفاقات وي رئيس الوزراء رجل ربما أخلاقه يعني عالية أكثر من لازم خليتي مثلا يعني يلتزم بهذا وإلا هم خرقوا الانتفاق تعتقد